في الوقت الذي شوعت فيه الجمعة في نيويورك جنزة تحدى ضحية حادث القطار الذي اخرج عن مساره في مدينة فلاذلفية شرق الولايات المتحدة أثناء المصاري مما أدى لمسرع ثمانية أشخاص وعصابة أكثر من مئتين أخذت تحقيقه في الحادث منحا مختلف بعد أن كشفت التحقيقات احتمال تعرض القطار لقذيفة وإطلاق رصاص قبل وقوع الحادث أثناء اتجاه من الراصمة واشنطن إلى نيويورك فوفقا لمساعدة سائق القطار أمام المجلس الوطني لسلامة النقل بالولايات المتحدة قالت إنها سمعت تحذير من مهندس القطار عبر جهاز لاسلكي عن تعرض القاطرة للإصدام بشيء ومع استمرار التحقيقات لا يزال المسؤولون يبحثون في سبب زيادة سرعة القطار لأكثر من ضعف السرعة المسموح بها في الدقيقة الأخيرة قبل وقوع الحادث